السلام عليكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير تكون صحتكم لبس لبنات اليوم جيتكم فيديو خفيف هكذا تشوفوا معايا نتيجة الدورات اللي راني نقوم بهم اللي ما على بالوش راني ندير في الدورات تعل الحلوية التقليدية درت الدورات تعل شهرين راني معاها لحد الآن يعني درنا بعض الحيصص ما زالنا الحيصص تعل شهر جوي إن شاء الله كما شفتوا يعني من قبل يعني الحيصص تعل فروي خرجوا للفاكية ما شاء الله كما شفتوا خدمتهم كانت بزفزف هيلة الفوج الأول هذك يعني أبهروني بالخدمة تحهم خدموا كامل المندارين الخوخ يعني هذو ما خرجوهم روعة ما شاء الله يعطيهم صحة وهذه كانت يعني الحيصص اللي مقبل تع نهاية شهر جوان كانوا خدموا الكعيكعات خدموا مقراط اللوز ولا تاج العروسة هاوليك خدمنا أيضا ليروشي والمشكلة ودرت لهم بونيس تغطيلات الجوزية هامليك يعني النتيجة تعال الحلوة ولتع الحيصص هذوك شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله هذو ثاني يعني كملنا الحيصص تاع شهر جوان الحمد لله مازالوا الحيصص تاع شهر جوي هذي هي شوفوا كيفاش خرجوا الأنواع ما شاء الله بالنسبة لديكول ابنات يعني الخطرة اللي فاتت قلت لكم على الصفحة اللي خدمت عندها ديكول الحلويات بصح ما حطيت لكم شرق من هاتف تحها على خاطر شفتها باللي كانت محبسة لي كوموند ذكاراني شفتها وقات لي باللي راهي عودت ولي التحكم لي كوموند راح أخلي لكم ذكاء الصفحة تحها ورقم الهاتف تحها هكذا باش تتواصلوا معاها لي حبت كوموندي من عندها راكم شفتوا ديكور تحها يعني والخدمة تحها بزبزف هيلة راح تزيد النصف الحلوة تحكم أنا خدمت عندها يعني الديكور هذا تعيك عيكعات تحتاج العروصة اللي درتوفو المخبز يعني كين أنواع بزاف عجبوني عندها المهم توما تدخلوا لعندها وشوفوا لي موضا اللي تخدمهم ما من اللي تحطهم فوق اللي في أخوي أيضا راهي تخدمهم المهم قلت لكم راح أخلي لكم رقم الهاتف تحها لخطر عودة ولا تخدم لي كوموند شوفوا الطاولة هذي ولا نتيجة تعال الدورة ولا تعال الحصص لي فاتوا المهم هنا ياراني نوري لكم بعد ما كملت الدورة كانت عندي كوموند شوية كبيرة كان فيها نوعين من الحلويات كان فيها العريش وفيها الفاكية هنا راني نوري لكم باللي غير كملت الدورة رفضت كامل الكراسة ورفضت ليطاب الكاميرا كم تشوفوا وراني نعجم في العريش يعني درت العجينات على العريش شكلتها هنا شوية يعني طولت معاها على بلكم تشكيل العريش حال صعيب شكلت كامل حلوة تاعي كما راكم تشوفوا وخليتها باتت غدوة ان شاء الله يعني غدوة ماذاك طيبتها طيبتها الصباح بكري وطليتها معا الحشية كامل وانهر واحد اخر بعد ما انشفتلي طليا تاعي هايليك نحيت لها كامل ازاي تاع الطليا وراني نلمح فيها بالملمع انا استعملت ملمع هنا ايا ملمع الابيض هذاك ليتباع بالميزان يعني على بلكم ذو كل ملمع راهو يتباع بالميزان شوفوا كيفاش يجي لمعان تاعو يعني يخرج بزاف شباب في الحلوة شوفوا الحلوة تاعي كيفاش طابت تحميم ارا طابت هيلا والحشوة هنا راهو مع السل وبزاف بزاف هاي الاخسارة ما قسمتلكم شحبة هنا ايا المهم بعد ما لمحتهم كامل جبت الديكور تاعي وبديت نحط فيه فوق العريش اللي سق فيهم بالطليا الديكور يعني اكيد مخدمتوش هذا اليامات انا دايما نحب نخدم الديكور من قبل يعني قبل ما نبدأ غير نحكم لها كوموند نحب نسبق في الديكور هو اللي اول هكذا باش ننحيه من بالي ونحطه بجيه ينشفلي من بعد يعني نصيبوه واجد نحطه برك فوق الحبات على القاطو الديكور تاعي العريش اختارت الزبونة هذا الموديل هنا راني نوريلكم في الملمع اللي راني نخدم به كين هذا الفونت وكين هذا وليك شوفوا هذا ديروا عليه كابتو يغشروه هذا راو بزاف هايل واحسن من الفونت راهو عاجبني حاليا هو اللي راني نخدم به كما قلتلكم نسبق في الديكور هو اللول يعني قبل ما نبدأ في الحلوه كامل نخدم الديكور هو اللول من بعد كي نخدم الحلوه ديكور تاعي نسيبوه واجد نحطه برك كيما هنيا راني حطيته فقط قلتلكم لسقطه بالطليا كمت العريش من بعد راني نشكل هنيا في الفروي عندي الخوخة فقط يعني طلبت مني الزبونة نخدم لها فاكهات الخوخ هذا ما كان درت العاجينة تاعي من بعد هنيا راهم يوزنوها لي و لا فخص تاعي كيف كيف راني كنت يعني كنت موجدتها من قبل كيما دايما نقولكم لا فخص تاع الفاكهة تقدرو توجدوها من قبل يعني بشهر وعادي ما يصرالها والو فقط كونو منظمين يعني شوفو انا نحطها في سنيوة فيها بابي نيلون هكذا يا باش ما يصقوليش هذوك الحبات كي يتجمدو نعاود نحيهم هكذا كجمدين نحطهم في اكياس هذوك تاع الكيلو وندير كمية ونربطها مليح ونحطها في المجميد نخليها تكمل ثم يعني تبقى لي في الكنجيلاتور هكذا باش ما تديليش مساحة في سنيوات وما منصيبهم موجدين ومام راهم يعني مغلوقين مليح هكذا ما تكون فيهم حتى ريحة مام انا يعني الكنجيلاتور تاعي يعني راهو غير تخدمة ما في حتى حاجة وحده اخرى من غير الدوزان تاع القاطو مسحة كيكون خاف يعني نحب كل حاجة في بلاستها على بيها قلت لكم هالطريقة مليحة يعني ربطوا مليح الصاشيات هذوك تاع الحشو بتاع الفاكهة هكذا باش تكونوا ضامنين ما تدخل فيها حتى ريحة مام الماء يعني هذا كتاع الكنجيلاتور ولا ما يتوشيهاش المهم بعد ما كملت شكلت الفاكهة تاعي هنا لبنات راني سييت اللايروغراف لي شاركتوا معاكم الخطرة لي فاتت قلتوا لي كي تسييي به قولينا كيفاش يخدم يعني انا صراحة عجبتني الخدمة تعوم ما شاء الله الفاكهة يعني تخرجكم متحوفة ومام ينقص عليكم الخدمة بزبزب هايل عجبني صراحة انا في الاول يعني كنت نرش بي هكذا بجيها من بعد فقط باللي يرشوا به كي يكون مقابلك خير يعني الرش كي يكون الفاكهة مقابلك وترشيها تجيك لو انت حيجيش باب على بها من بعد كملتهم كامل بهذيك الطريقة اذا كنت شوفوا يعني اللقطة اللي من بعد توضح لكم وش راني نهضر المهم الفاكهة تاعي هايليك راني نرش فيها كامل قلت لكم خيرت زابونة فاكهة الخوخ فقط كملتهم ما من الاوراق تاع الخوخ يعني يعني مجدتهم مقبل راهم ناشفين نخلي الخوخ تاعي ينشف لي من هذا اللون اللي درتوا هذا اللون الاحمر كين ينشف لي مليح للسق هذوك الاوراق فقط يعني نحطهم مباشرة ونحط الخوخ تاعي في الكيسات وفي العولب هايليك الطريقة اللي قلت لكم عليها لازم تكونوا مقابلين الفاكهة تاعكم وترشوها بهذا الطريقة هاكذا لبنت يعني يراكم تشوفوا التحذيرات المسبقاش حالتنقص عليكم الخدمة وتنقص عليكم التعب هكذا تربحوا وقت تخدموا في غرضكم وتخدموا الحاجة بعقلكم كي ما راكم تشوفوا يعني هذا كان روتين خفيف شفتوا معايا كيفاش خدمت هذة طلبية وعني وانا ندير في دوارات هنا يا شوفوا كملت الفاكهة تاعي لونتها كامل خليتها نشفت كي شفتها نشفت من هذك الملون راني نحط في هذوك الاوراق اللي قلت لكم عليهم شوفوا الاوراق يفاش يجوا ماشاء الله هامليك طريقة تحصلنا الاوراق يعني شاركتها معاكم من قبل شوفوا كيفاش يخرجوا يخرجوا بزا 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 في هاي لين هاي لك هنالزيت لكم حبة باش تشوفوها عن قرب هنالي كملتهم كامل حطيت لهم الاوراق وحطيتهم في الكيسات وحطيتهم في الفليبوت هامليك شكل تحهم النهائي هاذي الفاكهة شوفوا كيفاش خرجت يعني خرجت بزا في هاي لها هاي لك امامكم مامل عليش راح نوريهم لكم بعد مدتهم فليبوت يعني ثاني خرجوا ما شاء الله دوك تشوفوه معايا هاذا هو لبنات الفيديو تعانها اليوم ان شاء الله يكوننا لاعجابكم نتلاقاوا في الفيديو القادم ان شاء الله دوك تشوفوه معايا اشتركوا في القادم يا شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر